وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك اللجنة الأمنية بمحافظة عدم بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال وشدد رئيس الوزراء على تعزيز اليقظة الأمنية وتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وترحم رئيس الوزراء على أرواح الشهداء وقدم العزاء لأسرهم ووجه الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحة